السلام عليكم منزلوا في الله ومرحبا بكم ناس الجياسكا وقضية الحارس غايا مرباح الحارس غايا مرباح سيخضع لعملية جراحية بعد قليل في مستشفى تيزيو الزو دكنا نحكي عن الموضوع هذا وأيضا الحارس مبورهي يعني بعض الأخبار قال لك لي قادرة تصلح تصلح لازم يجيبوا مبورهي سوف يكون جديد شبيبة القبائل بعد إصابة غايا مرباح للجميع يقول ربي يشفيه إن شاء الله يا رب العالمين والكل متأثر بإصابة غايا مرباح لايك على الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق إذن الحارس غايا مرباح ربي يشفي إن شاء الله سيخضع لعملية جراحية بعد قليل في مستشفى تيزيو الزو إن شاء الله يا رب العالمين تكون العملية ناجحة طاهر إن شاء الله وربي يجعله الشفاء لأن الكثير تأثر بإصابة غايا مرباح ضربة موجهة لشبيبة القبائل ولللاعب نفسه وحتى لا تتأثر شبيبة القبائل من هذه الضربة موجهة حارس مرمى مولهي سوف يكون جديد شبيب القبائل يقال لها كبعض الأخبار بعد إصابة غايا مرباح ربي يشفيه قانون الفيفا يسمعه بإجازة استثنائية بعد نهاية الميركاتو لكن بشرط أن يكون الحارس بدون فريق ولعب دولي الحارس الوحيد التي تتوفر فيه الشروط هذه حاليا هو مولهي قلنا على الإدارة يجب أن تتحرك مولهي مقبول حارس ممتاز ربما كانوا عندهم مشاكل شوية عملون مع شباب الوزداد ما كانش ربما صفقة ناجحة مع شباب الوزداد ولكن مع شبيبة القبائل قد يكون الحل وإن شاء الله ولما لا يكون نجاح إن شاء الله مع الإدارة توفرنا مولهي لأنه تقريبا تقدر تعود غايا مرباح على الأقل يعود مولهي لأنه ربما هو الأفضل لايك الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق إن شاء الله يا رب العالمين نزيدوا ندعولوا بالشفاء كهيا مرباح بالتوفيق السلام أخوتي